صباحكم نور أعزائنا ومتابعينا على صفحتنا نورسات جوردن وأيضاً متابعين اليوم ولأول مرة على تلفزيون تليلوميير ونورسات نحن من صبح ومن حي كل شخص هلا بيتابعنا على المباشر على فضائية نورسات وصفحتنا على فيسبوك نورسات الأردن معي أنا باسم السمعان وأبونا جورج شرايحة وهو من كهنة الروم الملكين الكاتوليك ورعيتك أبونا بصافوت نعم فمنصبح عليكم أنا وأبونا جورج لأول مرة على تلفزيون نورسات فأنا بتمنى أن البط يكون واضح والصوت واضح فمنحيكم جداً سعيدين لهذه المبادرة أيضاً من نورسات لبنان أنه بعد 34 حلقة صرنا أبونا من صباحكم نور نحن بلشنا طبعاً بهذا البرنامج صرنا تقريباً 34 أسبوع من وقت جائحة كورونا ولغاية الآن مستمرين والآن طلعنا مباشر على التلفزيون فنشكر كل طاقم من لبنان وكل العاملين فيه من مديرة البرامج ماري تريزي كريدي إلى الأستاذ رولان وأستاذ مارون وكل اللي عاملين خلف الكواليس وأنا كمان بشكر كل الطاقم عندي من نورسات الأردن منار عماري وأنس السقة وريمون حتر على المكسر وعلى الإضاءة وعلى الصوت فيعطيكم ألف عافية وإن شاء الله يا ربي يكون هذا البرنامج يكون خير وبركة وأيضاً يعطي المعلومة والاستفادة لجميع المؤمنين والمتابعين وينما كان وأي بلد كنتوا أنكم تقدروا تستفيدوا من المواضيع اللي نحن نناقشها طبعاً هذا البرنامج هو له صبغة يعني خاصة بروحانية نورسات نحن روحانية المحبة والسلام والطلاقي وأيضاً في صبغة ممكن أردنية إن كانت في اللهجة الأردنية اللي ممكن بتلفزيون نورسات متعودين على الهجات هلأ صاروا مختلفة بس المرة هاي اللهجة الأردنية ومنحاول نحن منبسطها إنه منحكي طبعاً بلغتنا العامية اللغة البسيطة المحكية بناتنا اللي بتحتوي الكلمات كلها محبة وكلها شوق إلكم كلها صلاة كلها روحانية من القلب إلى القلب فما تأخذونا على الهفوات أو الأخطاء اللي بتصير خلال التسجيل لكن أنتم تعرفوا إنه هذا برنامج صباحي وبتضمن أخبار صباحية يومية معايشينها نحن ومنعايشة إن كان عالمياً عربياً دولياً أو محلياً عندنا في الأردن فطبعاً هذا ما بلغي نصرة الأخبار الأردن في أسبوع اللي أكيد بتتابعوها كل نهار جمعة ساعة سبعة ونص مساء على شاشة النورسات دكتورو بس في مفاجأة الحلقة اللي ما رح نحكي عنها اللي هي ضيف الحلقة رح تكون باللهجة اللبنانية فتطلع هيك ميكس تطلع خلطة حلوة نعم عاكل لأنه نحن اليوم حلقتنا عن القداسة والقديسين وكيف نعيش القداسة في حياتنا وأيضاً نحن منعيد على كل الكنيسة المارونية عيدها عيد مار مارون فكل عام أنتوا بخير يا ربي إن شاء الله القديس مار مارون يعطينا السلام والصحة والأمن والاستقرار نتمنى الشفاء لكل المرضى واللي عم بيعانوا على أسرة الشفاء اللي في المستشفيات خاصة اللي بيعانوا من فيروس كورونا وأيضاً من الأمراض الأخرى المستعصية كل مريض نتمنى له الشفاء يا رب ويقوم معافى ومسالم لعيلته ولأهله وطبعاً بنترحم كمان على كل موتانة اللي قضوا في هذا المرض الكورونا وأيضاً كل موتانة اللي السنة الماضية والغاية الآن اللي توفوا غادرونا إلى الملكوت السماوي ألف رحمة وسلام عليهم مع الملائكة والقديسين يا رب والمسيح القائم دائماً هو يعطينا الرجاء ويعطينا العزاء لكل المحزونين فنحن ثقتنا في كبيرة أنه هاي الموجة موجة كورونا أنها رح تزال وتنحل عنا وعن عالمنا يا رب طبعاً بجهود الأطباء والجيش الأبيض اللي منسميهم نحن هون في الأردن وأيضاً وين مكان لأنه ثقتنا لنا كبيرة في هذا الجيش الأبيض من أطباء وممرضين ربنا يعطيهم الصحة والسلامة تيقوموا في معالجة ورعاية كل المرضى الموجودين في المستشفيات طبعاً نحن عايش القداسة ومع روحانية مارمرون رح يكون معنا ضيفين عزيزين علينا ضيف الأول أبونا فرح يحجزين رح يكون عبر الهاتف وأيضاً معنا رح يكون شخصي أبونا غازي خوري وهو راعي كنيسة مارشربل في الأردن والمنسونيور غازي رح يكون معنا طبعاً في القسم الثاني من حلقتنا لليوم اللي رح تكون بين تسعة للساعة عشرة فنرحب سوا بأبونا برضو جور شرايحة برضو لأول مرة بيطلع معنا على شاشة النورسات فأبونا تعطينا البركة وأيضاً ترحب بالمشاهدين المتابعين نعم صباحكم نور أعزائنا المشاهدين لفضائية نورسات حول العالم نصبح عليكم بتحيتنا وصباحنا من خلال صلاتنا نحكي على اسم الآب والابن والروح القدوس الإله الواحد آمين المجد لله في السماء وعلى الأرض السلام والنعمة لبني البشر أيها الإله القدوس الواحد صلي لأجلنا أيها الإله القدوس أعطينا النعمة أن نسير معك على درب القداسة إلى أن تستقر الروحنا بك وتسكن بذلك السلام أعطينا الشجاعة على أن نتخذ هذا القرار يارب أن نكون قدسين كما دعوتنا أن نكون على مثال الآب السماوي الذي هو القدوس أن نسير في حياتنا إليك يا الله أن نتبدل فنخلع الإنسان العتيق ونلبس بمعموديتنا الإنسان الجديد مجددين هيكل أجسادنا كي تكون أنت الإله الساكن وحدك به وتمنحنا السلام والغلبة إلى الأبد آمين آمين يا رب آمين يا أبونا أسلمتمك على الصلاة الحلوة اللي كلها قداسة وإحنا في موضوع القداسة نتحدث أبونا عبنما الشباب يحضرونا لتليفون مع أبونا فرحي حجازين موضوع القداسة جدا موضوع أحيانا بيكون مبهم عند المؤمنين فكيف أكون قديس وصعب أكون قديس وما بقدر أكون قديس ويعني أنه إيش هالشي اللي غير أنا أستطيعه أو غير أنا قادر عليه كإنسان مؤمن أنه أكون قديس ليش معنى القداسة بمفهوم البشر والمؤمنين أنه شي صعب غير مستطاع أني أكون قديس فنسمع من أبونا فرحي حجازين عن معنى القداسة ومن ثم نعقب أبونا أنويان على هذا الموضوع أبونا فرحي حجازين صباح النور يا رب صباح الأنوار كيف حالك أنت الآن يا أبونا هذه الحلقة الأولى نحن مباشر على تلفزيون تليلومير مش بس على صفحة نورسات فيسبوك فكل المتابعين على نورسات بالشرق والغرب والشمال والجنوب وكل الدول والعالم هلا عم بيشاهدونا على الشاشة الكبيرة فمعنا أبونا فرحي حجازين وهو من كهنة الكنيسة اللاتين ورعيته في مدينة رميمين وهي قرية جميلة جدا اللي بيزورها بتشبه بعض قرى لبنان حتى في بستينها وفي تضاريسها وبيوتها القديمة وأيضاً روحانيتها كمان فأبونا فرح أنت في مكان أيضاً جميل وقدس مقدس تستحق هذه الكلمة حلوة لأنها فعلاً حلوة الله يسعدك أبونا وثانياً تحية الكو وتحية لجميع المشاهدين أهلا وسهلا وموضوع القداسة وموضوع دخص كل مسيحي نعم في يوم الأيام شاب يجي عند يسوه وسأله يارض ماذا يجب أن نعمل لكي أرث الحياة الأبدية فقاله يسوه احفظ الوصايا حتى أرث الحياة الأبدية يعني حتى يكون قديس فقديس وقداسة نحاول نفهم أو شيء معنا الكلمة ثم نشوف الدعوة إلى القداسة والطريق إلى القداسة وخبر اللي بأكد هذا المعنى أولاً معنى الكلمة كلمة القداسة كلمة سامية تعني القطع أو الفصل المنتصل عن الاستعمال العادي فالأشياء المقدسة والأماكن المقدسة هي أمور لا يستعملها الإنسان إلا بشروط خاصة للطهارة التفصيل وليس الاستعمال اليومي وتتير خوف ورهبة في الإنسان أمامها هذا هو المعنى السلبي لكن المعنى الإيجابي هو الرجوع إلى الله مصدر القداسة هي أن يدخل الإنسان في علاقة محبه مع الله الذي هو القداسة بالذات كلمة قديس في العهد القديم ينظر وجود لفظ قديس بمعناه المطلق والمقصود بكلمة قديس مختاري الله في الأزمنة الأخيرة وفي العهد الجديد أطلق إسم قديسين على المسيحيين أولاً الذين أحل عليهم الروح القدس ثم امتد ليشمل المسيحيين في اليهودية ثم جميع المسيحيين هذه القداسة إذن تتطلب منهم أن يقطعوا أولاً كل صلة بالخطيئة والتصرفات الوثلية هذا المعنى السلبي أما المعنى الإيجابي أن يحل فينا المسيح بمحبته أو كما يقول قديس بولوس أن يستولي علينا المسيح فنشاركه في ألامه وموته فنستحق معه القيامة من بين الأموات القداسة أمر واجب كنوا قدسين كما أن باكم اسمه هو قدوس وليس بمجرد نصيحة القداسة أمر ممكن هذا ما تؤكده سير جميع القديسين الذين هم في السماء أمثال المجدلية السامرية القديس سرسطينوس القديس أنطانيوس القديس يحنى دراسال وما شابه ذلك القداسة أصول أولاً التوبة إن لم تتوبوا تهلكوا بأجمعكم لأننا جميعاً خطأ ومن الدع عكس ذلك فقد جعل الله كالباً هكذا يقول لنا القديس يحنى الممارسة ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السموات بل من يعمل مشيئة أب الذي في السموات المحبة من أحب الله أحب أخاه أيضاً من لا يحب لا يعرف الله لأن الله محبة يقول لنا القديس يحنى الحبيب إذن محبة الله والقريب هي التي تميز تلميذ المسيح الحقيقي فالمؤمن المؤمنون بالمسيح كلهم مدعوون إلى أن يتتبعوا قداسة حياتهم الدعوة إلى القداسة إن الذين يتبعون المسيح وقد دعاهم الله أصبحوا حقاً بمعمودية الإيمان أبناء الله وشركاء الطبيعة للهية وبالتالي قديسين حقاً إذن عليهم أن يحافظوا في حياتهم بنعمة الله على هذه القداسة التي نالوها فالرسول يحطهم على العيش كما يليق بالقدسين في أفص الخمس ثلاث وأن يلبسوا كما يليقوا بمختاري الله القدسين المحبوبين أحشاء الرحمة واللطف والتواب والوداع والألاء وأن يحملوا ثمار الروح لتقديسهم إن الدعوة إلى القداسة موجهة إلى كل الذين يؤمنون بالمسيح أياً كان وضعهم أو شكل حياتهم فعلى المؤمنين أن يجتهدوا بكل قواهم على مقدار عطية المسيح أن يحصلوا على هذا الكمال وعلى هذه القداسة الطريق إلى القداسة عندما جاء السيد المسيح أكد هذه الحقيقة أن لن يدخل مجده قبل أن يعاني ألاماً شديدة هو القائل أما كان يجب على المسيح أن يعاني تلك الألام قبل أن يدخل مجده لكن التلاميذ لم يفهموا ذلك ولم يريدوا أن يفهم ذلك كما نحن اليوم لا نريد أن نفهم ذلك أي أن يكون طريق المجد هو طريق الصليب احتد بطرس واعترض على هذا الأسلوب ورفض أن يتألم معلمه قائلاً حاش لك يا رب أن يصيبك هذا فانتهره يسوع قائلاً اذهب عني يا شيطان فأنت لي حجر عصر لأن أفكارك ليست أفكار الله بل أفكار البشر وبعد ذلك بيّن يسوع أن طريقه ستكون طريقة تلميذه أيضاً طريق كل من أراد أن يتبعه قائلاً من أراد أن يتبعني فليذهب في نفسه ويحمل صليبه ويتبعني لأن الذي يريد أن يخلص حياته يفقدها وأما الذي يفقد حياته في سبيله فإنه يجدها لأن التلميذ ليس أفضل من معلمه فهم القديسون هذه الحقيقة وهي كما أن المسيح أحبهم حتى مات من أجلهم هكذا أحب يسوع حتى الموت من أجله بحياة قداسة فهم القديس بورس هذه الحقيقة فأنشد يقول من يصلن عن محبة المسيح أشدة عن ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيح إنه وافق بأنه لا الموت ولا الحياة ولا الملائكة ولا رؤساء الملائكة ولا الحاضر ولا المستقبل ولا أصحاب القدرة العلوية ولا السفلية ولا خليقة أخرى ولا شيء بوسعه أن يفصلنا عن محبة الله لنا هذا ما جعل القديس رويس يقول خلقت للسماء ولا أريد عن السماء بديلا القديس فرنسيسي الأسيزي كان يقول ما أحقرك أيتها الأرض لما أتأمل في السماء والقديس رويس غنزاقة كان يقول أسكت أيتها الشهوات كانوا قفر القديسين بسينة بالصحرى أو بجبال لبنان واضي القديسين قديشة بهالأدير المعمدان تحت بنهر الأردن على ضفاف نهر الأردن كانوا يختلوا لسماع صوت الله نعم والشق الثاني والتيار الثاني الذي يتحدثون بالقداسة الملموسة نعم نحن نحب نختل مع الله ونحب حياتنا الروحية ولكن في خدمة في مهام جسيمة جسيمة مهام كبيرة بعرض الواقع مطلوب مني أنا كإنسان بسعى إلى القداسة وأسير على درب القداسة أن أقدمها نعم أولا كإنسان إذا كان علماني مؤمن ملتزم أو إذا كان مكرسا من خلال الخدمة الرعوية التي أنيطت إليه من قبل السلطة الكنسية والأمانة أمام ربنا ضميريا من هالأشخاص اللي بيأمنوا الله عليهم وهذول رح يسألنا عنهم الله تعالى لذلك كل ما بنتقل عن رعية أصغر من التاني بفرح بيقولوا لي يعني ما هي يعني بكلها خمق كلهم مثلا هذول عشر عيال هذول خمس عيال هذول بقولهم أنا بفرح كل ما زغرت الرعية عددهم كل ما خطاياي قلت نعم وكل ما الأمانة أمام الرب عن قداسة هذول لأنه الله رح يسأل كل راعي عن القطيع بالضبط شو عمل بهذا القطيع إذن هناك بعد جواني إذ لم أتمتع فيه بعلاقة فريدي وشخصية مع الله تعالى بحياتي أنا ما بقدر أشتغل على خدماتي تيشوف في القداسة وخصوصا في مجتمعاتنا الشرقية اليوم ينظرون إلى هالة القداسة الهالة هي اللي بنشوفها على وجوه القديسين بنشوفها على شكل بالأيقونات على شكل دائرة وهي الهالة أي الحضور الكثيف لوجود الله اعتبار من أنه كيف كان ظهرات العهد القديم وكانت هذا الضوء الصاطع الهالي الذي لم يستطع موسى أن يصمد أمامه ولا الشعب العبراني إلا أن كان موسى أن يركع في الأرض المقدسة ولا يستطيع أن يناظر الله لم ننظر الله إلا عندما تجسد يسوع المسيح وأصبحت القداسة حاضرة في مجتمعاتنا وبيننا نستطيع أن نعبر فيها إذن الناس اليوم بمجتمعاتنا الشرقية بتهمها الهالة يعني اللبس الصليب يعني في الناس ما أخذ فكرة انطباع معين عن الكاهن نحن اليوم بالقرن الواحد وعشرين وخصوصا بالقرن الماضي وفي نهاية الستينات القرن الماضي عندما عقد المجمع الفاتيكاني الثاني وأعطى هذه الحرية لرجال الدين الكاهن وصيرنا نلبس البذلات وصيرنا نحط الكاهن جمال اللي بتبين أنه هذا كاهن وأصبح الكاهن إنسان وخصوصا المتزوج إنسان طبيعي في مجتمعه مع العالم هو شخص وبنفس الوقت هذه الهالة الجوانية أصبحت أكثر يهتموا فيها الناس بحثا عن إنه هذا قدوة وهذا مثال على العلم إنه القدوة والمثال هو شخص يسوع المسيح مع يسوع المسيح بالعهد الجديد لم نعد نتحدث عن قيم مكتوبة بل قيم معاشى بحياتنا يعني شخص يسوع المسيح هو شخص إضافة إلى اللاهوتية نتحدث عنه إلا أنه هو شخص تاريخي دكتورة يعني أثبت بالمؤلفات التاويخية والهستوي كله بيّن في شخص هذا إجر وعمل واحد اثنين ثلاثة في آمن في جماعة صاروا مسيحية معه ومشيوا أتباعه وفي جماعة ما مشيوا بهذه التعاليم ولا هذه الإيمان الجديد الذي فرض عليهم في المجتمع فكروا إنه هاي جايزة زي المجتمع اليهود يفرض عليهم ولكن تبين أن يسوع أعطاه بالحرية ولم هالناس لمعتر الخطأ التعبانين المشردين بالشوارع اللي عايش بالخطيئة كلهم كلهم هذولا مثل ما تفضلت حضرتك قبل قليل وصنع منهم قديسين عجنهم ملتنهم أهل البلاد واللي بيهيك زي البلعب فيها الأولاد صغار وبشكله كل أحلامهم طفل بعمل من الحيوان اللي حاب يشوف اللعب اللي حاب يشوف بيصنعها بيصنع بس بيصنع كلب بيصنع حيوان لطيف وكأن الله في العهد الجديد عجنة من جديد وتصالحت الأرض مع السماء وأصبحت الكنيسة الممجدة السماوية في عناق مع الكنيسة المتألمة الأرضية وتشفي جراحها شوف يسوع فتحننا عليهم فشفى مرضاهم ولمس الممسوسين منهم هالحنية هاي هي اللي طلعت فيها المسيحية يعني المحبة السلام يعني لو يسوع المسيح ظل يحكي عن المحبة والسلام ولم يصلب على الصليب ما 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 بيشوفها الأتباع المسيحية حتى اليوم اليوم أبونا حكى طريق القداسة أبونا فرح قبل قليل إيش هن المراحب ليس طريق القداسة معبد هايوين ماشيين فيه إنه الطريق الضيق الباب الضيق اللي حكى عنه يسوع إنه درب الصليب لا مجد للمسيحي بدون صليب ولا يمكن تشوفي أولادك وعيرتك ناس محترمين وكويسين بالمجتمع ومثمرين إذا أنت به السنين الثلاثين الاربعين سنة الماضية ما هلكتي وتعبتي وانت يجيب وودي وحط وهذا وهذا عنده مدرسة وهذا عنده موسيقى وهذا عنده هذا التعب الألم موجع بتعبنا بحياتنا باستهلكنا بأخذ من وقتنا يعني تيكبر الولاد بأخذها 30 سنة تيرجع الواحد يهتم في نشاطاته الخاصة ويكتشف اليوم السيدات والآباء المتزوجين بعد سن الخمسين باكتشفوا موهبتهم باكتشفوا حياتهم لأنه بالعينة ما كان مهلوكين متعوبين معجونين من هون يسوع دائما ركز على هذا البعد الألم الألم الممجد الألم المبارك الألم المقدس هذا هو طبيق القداسي دكتور اليوم حلو حلو جميل أبونا ما تحدث فيه خاصة أنك أنت ربطت القداسة بعالمنا اليوم في موضوع القداسة أبونا وعاد زي ما بقولك السهل الممتنع يعني أنك أنت تفهم موضوع القداسة لكن أحيانا تستصعبه أنك تطبق على حياتك خاصة مع المتغيرات مع الأشياء اللي بيجتهيها الإنسان مع الأمور اللي بتيجي على حياته ومغريات بعتبرها المغريات المادية الملموسة صعب كتير أنه يفصل بين حياته ومبتغاها وإرادتها ولي بتشتهي وبين أنه ينفصل زي ما أنت وأبونا فرح حكيته أنه معنى لك القداسة الانفصال أو أنا بحكي كمان معنى القداسة إذا على الترجمات اللي هو والاختلاف أنك أنت تكون شخص مختلف عن باء البشر في مبتغاك وحياتك أنك كل هالمغريات الحياتية اللي عم منعاصرها ومنعيشها مع تطور هالتقانيات وهالتكنولوجيا أنه نبتعد عنها نترفع عنها ولا نحتاجها يعني هكي بيصير الإنسان الطبيعي غير طبيعي والشي حتى الملموس يعني لما بطلع على الموبايل اللي بشوف هالتقانية والمبهور فيها وبالنسبة لإلي أنه في شيء أحظم له الله موجود بيروحانيته لما بيلمس حياتي وبيعملي هالتغيير مش موبايل يعملي التغيير بحياتي فالتغيير لما بشوف أنه التغيير من الموبايل جاي هالتغيير من الموبايل بحياتي رح يكون أعظم من تغيير ربنا بحياتي عشان هيكي القديسين وهلا إحنا جايين نحكي عن روحانية القديس مارمارون مع ابونا غازي خوري راعي الكنيسة بعرفش إذا هو بوصل ولا لا هلا لكن كمان شوي منستضيفه القديسين إذا بتلاحظ من سيرة حياتهم لما ربنا لمس روحهم حياتهم صار التغيير وصاروا ناس مختلفين بتشوف أنت هاوقات لما بتسافر بتشوفك ناس بالشوارع دائرة وحامل الكتاب المقدس وبتبشر فيه ونحنا بنستهجم نقول شفى الدرويش وهالمجانين هدول فعلا يعني الإنسان بحس الإنسان اللي ربنا بيلمس حياته بنجن يعني بحس فيه إنه هالرعشة وهالرعدة اللي بحياته حركت كل حياته كيانة وطلعتها بطريقة طبعا كل إنسان بيختلف أبونا كيف عم بيعكس هاي الرعشة وهاي الرهبة في حياته ناس بتنجن ناس بتلتزم الصمت والتأمل مثل القديسين كان يحكي عن القديس شربل سكران بالله شوفوه هيك مزهزة نعم صامت بيقولو بالتراتيل حتى لما بنرنم شربل سكران بالله القديس شربل هاي الحالة بتحكي فيها اللي المجتمع العادي بيشوفها جنان ناس بيشوفوه سكران ناس بيشوفوه يعني درويش نعم أو حرام هذا مسكين مسكين يعني بيتطلعوا وكأنه بيسقطوا على اللقم والشر والخبثني هي الإنسان القوي نعم بحياتنا المادية أصبح الإنسان القوي والإنسان اللي قادر يحصل على متع الحياة أكتر السيارة تكون أفخم نوع الموبايل يكون أحدث موبايل بمتاع الدنيا لأنه باعتباده أنه هاي الأشياء المادي هي اللي بتعمله التغيير بحياته بزرط بجيب له الفرح والسعادة بس لما يمتلكها بقولك أنا مش سعيد بده إشي تاني عم بدور على إشي تاني هو كل الإشي أو الشي التاني اللي دايما بدور عليه عشان يعمل هذا التغيير بحياته يفصل الماديات ويصير إنسان غير عادي يفصل كيف يكون مقدس يعني فيه تفسير تاني لموضوع المقدس أو تعريف القداسة مقدس هو إنه الإنسان الذي يعيش في الطهارة الأخلاقية والبر يعني كيف أعيش في طهارة أخلاقية يعني الوصايا موجودة اللي هو دستورنا اللي حط لنا يا ربنا موجودين الوصايا زي ما حكى مع القديس نقدمس وقال له احفظ الوصايا وعمل فيها قال له حفظتها احنا متعلمينها من زمان على دور موسى بس أنا هو لم يعيش هذه الوصايا طلب الولادة بالزبط بده ولادة جديدة قال له الولادة من الجديد ما معنى الولادة من الجديد معنات إنه إنه أكون قديس أكون أنفصل وأكون مختلف عن الإنسان البشر لما منقول ثاود بن جديد بالمعمودية منقول ثاود بن جديد وولادة جديدة يعني أكون إنسان مختلف عن الإنسان البشري العادي هاي مطلوب القداسة وكأنها مستويات دكتور يعني القداسة عند أبي منازل كثيرة حكى لهم يسوع أنا بتخيل هيك منازل كثيرة يعني يسوع زي العشاء السري قاعد بالنص وفي حدا بجمه زي هيك في حدا بجمه هون في تباعد نعم نعم طبعا نحن بنحكي أكتر مطولة عن موضوع القداسة طبعا من حي كل الأشخاص اللي موجودين معنا على البث المباشر وأيضا اللي عم بيحضرون على شاشة التلفزيون نورسات وعبينما الشباب يحضروا يحضروا أبونا نحن بنشكرك الآن ورح يجينا أبونا أبونا غازي خوري للحديث عن القداسة فمنحييك وبنشكرك عوجودك معنا لهذا اليوم وكلمة أخيرة تحكيها للمتابعيننا قبل مغادرتك نعم أول إشي بنحكي شكرا لنورسات مجلس إذاوتها والعاملين على البرامج والدكتورة باسمة بعمان على هاي الفسحة السماوية بالحقيقة هي نورسات أصبحت فسحة سماوية نطل فيها عبيوت العالم كلها بوعظتنا بالكنيسة بيسمعنا عدد قليل أما اليوم لما منحكي هالكلام بوصل للعالم كله ف على هذا المجهود العظيم والإعداد وعلى التعب محبتكم واستضافة نشطة شكرا لك شكرا لك شكرا لك أنت يا أبونا كمان مرافقتك الروحية معنا كل هالفترة ومستمرون مستمرون بنعمة رب آمين نهارك سعيد وصباحك نور الله يسعدك طبعا أنا بدي أحيي كل الأشخاص الموجودين معنا على الصفحة واللي متابعين معنا على المباشر على التلفزيون من حي أم فادي إيفون حتر استمعان يسعد صباحك صباحك نور يا إيفون حتر إم فادي طبعا أمال السلمان صباحكم نور وهنا وسعادة بحي أيضا عيدة إبراهيم الصوس صباحك نور ومجدة البيرة القداسة أنه حافظ على وجود الله في حياتي ولا أخاف من قولي الحق للخطأة والمجاملة فأجعلهم يخسروا نعمة الفرح نعم يا ست مجدة وأكون كالدواء لكل مريض وأعيش بحسب إرادة الله وألبس روحه الرحيمة فعلا يا مجدة كلامك سليم يسعد صباحك ومازن الفاخوري صباحك نور يا أخ مازن وشكرا على تعليقاتك الجميلة والطيبة يولا حتر يسعد صباحك يا ست يولا عيدة إبراهيم الصوس أيضا نغم صفر يسعد صباحكم أبونا الغالي والدكتورة وكل عام أنتم بخير ومهاء إبف وريمة صداوي وريمة نصروين وشادن فراج وأيضا من حي جريس جون فاخوري يسعد صباحك عوني سليمان أستاذ عوني يسعد صباحك وأحنا شكرين دائما متابعتك وحضورك معنا وأنتم أيضا بتشاهدونا مباشرة على تلفزيون نورسات وتليلوميير فمنحييكم مرة عن جديد والآن من من رحب أبونا غازي خوري يسعد صباحك أبونا صباحك نور كل عام أنتم بخير ومناسبة عيد القديس مارمارون كمان أنتم كنتم محتفلين أسبوع الماضي بالثلاثية كمان وتبعناكم على الصفحة لأنكم تنشروا القداس مباشر على صفحة نور ساد وأيضا على صفحتكم فيعطيكم العافية وكل عام أنتم بخير أنتم بخير أبونا طبعا غازي خوري منسونيور غازي خوري محب الألقاب يا منسونيور هو راعي كنيسة مار شربل في الأردن وكنيسة مار شربل كنيسة جدا جميلة اللي ما زارها لما إيجا على الأردن أنا بنصح يزورها لأنها فعلا كنيسة موجودة في أحد جبال عمان الجميلة واستغابة من الطبيعة الجميلة الشبيهة في طبيعة لبنان نحن دائما نتغنى في طبيعة لبنان وجمالها فعلا هي موجودة على جبل في طبيعة مثل طبيعة لبنان وفيها من ضخائر مار شربل من حضرت لوقت تتشين الكنيسة حضرت من لبنان وفي ضريح شبيه ضريح مار شربل بعنايا موجود في كنيسة مار شربل فاللي بيحب انه مش قادر يروح على لبنان يتقدس ويصلي امام ضريح مار شربل انه فيه دخائر مار شربل الحقيقية موجودة في ايضا ضريح شبيه في ضريح مار شربل في كنيسة مار شربل في عمان عطريق المطار فابونا غازي نحن منقول لك يعطيك العافية على كل ما بتقوم فيه برعية مار شربل وعم تقوم بهال الاحتفالات والقداديس وعم تنقله كمان ايضا اهتميت انه خلال جائحة كورونا انه تنقله مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي لانه كانت هي البديل الوحيد انه نستمر بعلاقتنا مع الله بالكنيسة مع ابائنا الكهنة من خلال الصلوات اللي عم بتبتوها عبر النورسات صفحة النورسات طبعا وايضا عن طريق الرعية فصفحتكم لهم صفحة على فيسبوك رعية مار شربل فأهلا وسهلا فيك يا ابونا أهلا وسهلا فيكم زمان يا رب تسلام أي من زمان فعلا طبعا هاي أول زيارة من خلال السنة الجديدة لسما كرسناش المكتب يا ابونا كرسنا بمي المغطس نحن لما نزلنا غطسنا وجبنا المية ولكن للأسف التكريس الأحياني الفترة هادي الكهنة عم يمنعوا أو مش عم يمنعوا بطريقة انه حبين يمنعوا لكن حفاظا على السلامة والتباعد الفيزيائي نحن بطلنا نحكي تباعد اجتماعي يا ابونا لأنه احنا قاربين اجتماعيا وقلبيا من بعض لكن احنا جسديا فيزيائيا مبتعدين فمنتمنى السلامة للجميع واليوم حديثنا عن موضوع القداسة وروحانية القديس مار مارون فتحدث ابونا فرح باتصال هاتف وتحدث ابونا جور شرايحة أيضا عن موضوع القداسة وعرف موضوع القداسة وايضا كيف كانوا ابونا القديسين عم بعيشوا القداسة في زمنهم بس الانسان خلق على سورة الله ومثاله والله سلوس في حياة جماعية وهو الكنيس الاساسي والكنيس الأرضية هي بدأت تعيش على سورة الكنيسة السماوية فمثل ما عايش السلوس الأقدس بتناغم ومحبة وعطاء وحوار واجهة مشترك وهذا كنيسة الأرض مدعوة كمان لا تعيش هالشي هذا فالكنيسة العموم هي انه الانسان يعرف وجه الله ويعرف عمق الله ويجرب يتمثل بحياته بالله حتى يقدر يشابه مية بالمية لا يقدر يتحد فيه هاي كل القضية بس لأنه الانسان الجبل بالخطية بفترة من الفترات فصار صراع بين التمثل بحياة الله وقدرة الاتحاد فيه وبين الميل إلى النزوات والدغدغات وكل اللي قلولك من حق ونميمة وأنانية وهذا فالانسان بمساعدة جرّ بيلاقي طرق يقدر يسعى فيها من خلال الصلاة وعيش الأخلاق والتمرس بالخلقية الإلهية حتى يبعد عن الأهواء التانية أو ما يخلي يتأثر على حياته لا ينطلق صوب الله أكتر وأكتر ويتفلت مش من الأرض المقدسة يتفلت من الأرض اللي بيذكرها يوحنا بإنجيله من الأرض اللي فيها خطيئة واللي بتشد الإنسان إلى الأهواء والنزوات والأخلاقية المتنوعة لأنه إذا عاش هيك ما بيقدر يعيش مع الله الله كتير مهزب ومربي ما بيقدر يفوت على أرض مدنسة بده يطهرها هو بس الإنسان هون بيلعب دور يا بيخلي الله يفوت على حياته ويساعده بتطهير حياته تطهير الأرض اللي عيش أنا أو بيهرب بين حياته لأنه الإنسان مسلم حاله لمطرح تاني ما يسوع بالإنجيل لا تعبده ربين للمال والله الشباب عم بيقولوا لي هون على التعليقات إنه الصوت عم بيقطع فالصوت واضح عندكم ال لأنه عم بحس فيه تقطيع فبلاش نقطع لأنه كلام أبونا غازي جدا مهم فرجان إذا الصوت صار أوضح أحسن منكمل أوكي الآن أبونا معا باعتذر منك لأنه إجتنا تعليقات بقولنا شوي عم بيصوت بيقطع لأنه الغرفة معزولة فأبونا تكمل هلأ ربنا قال ما تعبدوا إلهين لا إله المال ولا إله إله واحد إذا بدك تشارك فيه إله تاني بيبطل إنك عم تعطي للإله حق وعمر ما كان المال إله فإحنا منصير هيك عبد أوثان مش منعبد الله فتفضل أبونا تكمل موضوع القداسة فإذا بيتحدد فقط بهال النقد اللي منستعمله المال بيتحدد يمكن بأفقارنا اللي نحنا متماسكين فيها بيتحدد بتاريخنا وتراثنا اللي منفضله على الله ما نلغي لتاريخنا وتراثنا بس إذا حطينا محل الله كمان بيصير عم نعبد تاريخنا وتراثنا أكتر ما عم نعبد الله هي أولويات يا أبونا صح مش بس أولويات هي تعلق واستعباد لها الشغلة أكتر من العبودية لأله فما ننتبه وكنتوا عب تحكوا عن وسائل الاتصال الاجتماعي قبل ما فتت هي منيحة وضرورية لعصر اليوم كوسيلة لنبشر من خلالها ونعيش ونوصل الكلمة من خلالها ونتصل مع بعضنا من خلالها بس إذا هي الأساس صارت هون صارت العبودية لوسائل الاتصال الاجتماعي مش العبودية لأله وهون إذا بتريد نوصل لروحانية مارمرون نعم أكيد اللي بيقرأ قصة مارمرون القديس مارمرون وكيف كان عايش حياته في بدايتها وأيضا كمان لما اعتكف وصار إنسان بعيد عن العالم المادي واعتكف بالعالم الروحاني أحيانا الإنسان يستهجن يقول أنه أنتو ككهنة المفروض تكونوا على الأرض بين الناس وتعيشوا القداسة كشهود بتشهدوا لحياة يسوع المسيح فالإنعزالية في ناس كتير ما عم تفهم الإنعزالية وهذا العيش الصمت والتأمل في علية بعيدة عن العالم اليوم فلماذا اختاروا قديسين بحياتنا أو لما منقرأ وصصهم اختاروا العزلة الإنعزال والصمت بوقتها بأيام مار مارون كانت الكنيسة الانطاقية البطريارقية الانطاقية وهو كان جزء من البطريارقية الانطاقية وكان كرس حياته حتى يقدر يحول العالم الوثني لعالم مسيحي فاختلى بربه مش لا يهرب من الإنسان بالعكس لحتى ليقدر يرتقي ويساعد الآخرين إلى الارتقاء ومار مارون فتح للشرق وللعالم الشرق العربي وغير العربي والسرياني واليوناني اللي كان موجود فيه فتح له آفاق من البعد النسكي والبعد الرعوي هو بحياته عاش البعد الصليب الأفقي والعامودي كان يختلي لربه وقت يرتقي باختلاقه اللي ربه يجذب إليه كثير من الناس بحاجة لمن يعزيهم لمن يقويهم لمن يعطيهم لمن يفهمهم ويسمعهم ولمين يغير حياتهم اليوم أنا بدي أخذ مثل الطبيب والمهندس والعالم بالاقتصاد لا يقدر يساعد الناس ألا يجب أن يتعلم ويخلو بذاته في علم الاقتصاد وعلم المحامات وعلم الهندسة لحتى الوقت يجو الناس يعتزو يقدر يعطيهم وهكذا القديس عليه أنه بالدرجة الأولى يخلو إلى الصلاة يخلو إلى الحياة الداخلية يخلو إلى العلاقة الحميمية والقوية مع الله لا يقدر يعطي غيره لأنه إذا كان عايش مع الناس أرض أرض مثل الناس فقط فبيصير مثلهم ما بيقدر يعطيهم شي شو بديو يقدر يعطيهم جدي زيادة بديو يقدر يكتشف كنه الخلق الحقيقي كنه عالم الإنسان كنه هالعبقرية وهالقوة وهالتنظيم بخلق القون وخلق الإنسان ويقدر يفوت بهالعالم هذا يغتني منه وينما فيه ويطلع فيه حتى يقدر يرجع لعند الإنسان ويوعي للإنسان ويسني عند حياته الأرضية البدون الله ويرجعه للحياة الأرضية مع الله في أحد الرهبان أو أهل ياسعي كنا عم نحضر له محاضرة حول روحانية الكاهن قال اليوم الكاهن بده يتكن لغتين هو دوره يترجم لغة السماء إلى لغة الإنسان ويرفع لغة الإنسان إلى لغة السماء إذا ما أتقن اللغتين كيف بده يوصل الله للإنسان وكيف بده يرفع الإنسان لعند الله وهيك هي الأداسة وهيك هي أداسة مرمرون إنه يقدر تختلى بأله يقدر ارتفع لعند الله يقدر فهم لغة الله يقدر عاش لغة الله وراح عند الإنسان لقدر رفع لغة الإنسان إلى لغة الله إن كان بالتقشف أو بالزهد أو بالصلاة ومش بس هك كان يلتقي كان عنده ناس تجي أغنياء وفقراء مرضى وأصحاء للإرشاد ويأخذ من الإغنية يعطي الفقراء ويرجع يحط الفقراء على العزة والكرامة الإنسانية فمن شان هيك بتشوفي الكنيسة المارونية دايما عندها بعدين رسوليين البعد السماوي البعد النسكة البعد الرعوي وبتشوفي إذا مر شربل كمان عاش البعدين ولو كان ناسك بالمحبسة كان يجي لعنده كتير ناس يعترفوا عنده ويطلبوا الشفاء ومباركة المياه وكان ينزل بأمر من رئيسه من المحبسة لحياة الإنسان المريض بضيعته للأرض العبيك للجراد لكل المحلات فإذا عاش معضلة زمانه عاش أزمة زمانه وبذات الوقت رفع زمانه إلى الله فإذا ما كان عنده حياة وعلاقة عميقة مع الله كيف بده يقدر يرفع عالمه إلى الله هاي روحانية مارمرون وروحانية المارونية أكيد فيك تسأل الأسئلة اللي بدك إياها التاريخي والروحي بالتوسع بالموضوع طبعا أكيد أبونا يعني قصة مارمرون وهو مدرسة هو وضع المنهاج لعيش القداسة للي من أراد أن يكون قديسا أو يعيش القداسة حط القديس مارمرون مثل منهاج لعيش القداسة من خلال حياته اللي عاشها وطبعا وطبقها وصارت مدرسة تدرس لكل الكهنة ومن أراد أن يكون على يختدي بحياة القديسين حط هذا المنهاج القديس مارمرون ووضع الأسس والبنية الأساسية أو القاعدة الأساسية لمعنى القداسة وأن تكون مقدس أو أن تكون قديس فهذا من حياة يعني اللي استنتجنا من قصة وعيش وحياة وروحانية القديس مارمرون مارمرون انواجد ما كان بعد بنيتو يوجد كنيسة مارونية أو جماعة مارونية هو انواجد بروحانية البطريارقية الأنطاقية وعلي على هالجبل وعيش بالعراء لحتى يقدر يزهد بالحياة ويقدر يركز على روحانية الكتاب المقدس وخصوصاً الإنجيل ومنها يستشف وأخذ طريقة لعيش والتعبير عن حياة الإنجيل وحياة يسوع المسيح ورسالة يسوع المسيح وانت بتعرفي في القداسة طرق مختلفة هو أخذ الطريق النسكي والطريق التقشف والزهد والعيش في العراء وتلمز على إيده كثير من الأشخاص والرهبان اللي بيريدوا يخطوا طريق القداسة منهم سمعان العمود وابراهيم القارش وغيروا حتى من العزارة كمان اللي كرسوا حياتهم ببيوتهم للبتولية وللعيش مع الله والعيش بكل طهارة ونقاوي والسعي والجهد إلى القداسة فهيدي خط الطريق تلمزوا على إيده أو تأسسوا تلميز مرمرون أو رهبان مرمرون على نهر العاصي نعم وعيشوا الحياة الجماعية وحياة الصلاة وحياة التقشف وكان كمان يقتد فيهم مجموعة من الرعاية حواليهم وصاروا يخدموا كمان هالرعاية ويكونوا الناس حوالها الدير ويعيشوا حوالها الدير من الزراعة ومن الصلاة ومن التقشف حتى يعيشوا حياتهم المسيحية فهيدي اجيت سلسلة تقيد بروحانية مرمرون قبل ما تأسست الكنيسة المرونية مع البطريق ماريوحنا مرون فهالخط النسكي والخط الرعوي بلش من مرمرون وامتد وما زال حاضرا لحد اليوم فهالقوة بالروحانية انه نتمسك بالأرض انه نتمسك بالحضور نتمسك بالحياة الجماعية وبذات الوقت نقدر نعيش الخلوة مع الله بلشت من عند مرمرون واستمرت لليوم لليوم مشان هيك قدرة الكنيسة الشرقية انه تقدر تضل موجودة بالشرق انه تقدر تغب من الغرب وطاعة الغرب حتى كمان الغرب يعرف مظبوط الروحانية المسيحية لانه الغرب بدون الشرق بيخسر مسيحيته والمسيحية دون كمان الانفتاح على علم الغرب ما بتتطور وبتلحق رقب الحضارة لهو منه مختلف او منه مضاد للقداسة قلنا في قواعد ان كانت بعصر الغابر او بالعصر الحالي اذا واحد شاله من الطريق بيصير التطور اناني وبصير التطور بعيد عن القداسة بس اذا واحد ضل ممسك بالقواعد الاساسية ان كان من زمان او اليوم بتضل لاحق التطور وبذات الوقت متكمش بالروحانية وبالأداسة لهن انه يبعد عن الانانية يبعد عن المصلحة الذاتية يبعد عن الخلافات والانقسامات يبعد عن الانغلاق والتعصب والتعجرف يبعد عن انه انا وحدة وخلص خلص العالم عندي يبعد عن هاو دي ان كان من زمان او اليوم فالتطور منه متل ما قالته ما بدي عيد الكلام ضد القداسة التطور هو لرقي الانسان ولنمو الانسان مع الروحانية والقواعد الاساسية بيغنوا بعضهم وبيغنوا الانسان يعني جدا كلام جميل وما بيخلص الحكي عن مارمرون وروحانيته وحياته وتاريخه ايضا وايضا الرهبن المارونية ايضا وكل التاريخ الممتد من وقت مارمرون لحد الان لازالت مستمر وبقوة وقدسين اخرين كمان طلعوا من وراء روحانية مارمرون فهن كثر يعني عنا ابونا ايش عم هلا بالنسبة لنا احنا في الكنيسة هون بعمال ايش عم تعملوا نشاطات يعني خاصة طبعا احنا عالسا عم نعيش والتباعد والامر الصحية اللي تمنعنا انه تجمعات او اي مهرجانات او بالعادة بتعملوا احتفالات لعيد مارمرون وبتعملوا حفل مع الرعية ودائما يوم نحنا اكيد هالمدة اقتصرنا على الدديس والصلاوات نعم وما زالت الكنيسة تستقبل المؤمنين لطلب شفاعة مارشربل نعم للشفاءات الروحية والجسدية وعالطول نحنا بيستدعونا لنصلي عليهم وندعي نطلب من يسوع المسيح يرسل روحه القدوس ليعطينا الشفاء النفسي والجسدي والروحي هايدي عالطول وبعدنا نحنا كمان عام بيزورونا الناس وبيسترشدوا عنا وبعدنا موجودين باتصال مع الناس ببيوتهم نعم وبعدنا حاضرين للمساعدات العينية والروحية فبعد الحياة مشتركة ومتل ما قلت حضرتك بعدنا عم نفوت على البيوت نعم عبر الأثير نعم وهوني انا عم بعمل مقال حول الرعي ووسائل الاتصال الاجتماعي فمتل التلفزيون والإزاعة ايجا اليوم الفيسبوك والواتس آب والتويتر وكل الوسائل انه تفوت كلمة الله على قلوب الناس ويحاولوا بيوتهم لكنيسة مصغرة يقدروا يشاركونا ويكون في المناولة الروحية اللي ركزنا عليها مرة كمان انه الانسان حتى اذا بدو يتناولها كمان مباشرة من يد الكائن بدو يكون فيه هالاستعداد الروحي العميق وهالاعتراف الكتير قوي انه يسوع موجود بالقربان وانه انا علي طهر قلبي واتحت فيه قبل ما اتناوله مباشرة فهوضي اتناوله تون مطلوبين المناولة الروحية ان ما كان فيه امكانية للمناولة المادية بدا تكون موجودة والمناولة الروحية وقت يكون فيه امكانية للمناولة المادية كمان بدا تسبق المناولة المبدي. هلا احنا ابونا اه بالنسبة لحلقتنا لليوم هي قاربت على الامتهاء. فاكيد هلا تم الفصل بين التلفزيون اه نورسات وتل اليوميير. وايضا لسا مستمرين على صفحتنا على نورسات فيسبوك. فانحنا منتمنى انه كانت الحلقة اه حلقة جميلة عن موضوع القداسة وايضا استفدتوا منها واستفدتوا عن معنى القداسة وكيف نعيش القداسة اه في حياتنا. اه لكن ابونا اه لازلنا معاك. اه نتحدث مباشرة على صفحتنا على فيسبوك. ومتابعيننا كثير طبعا بيحيوك من خلال التعليقات وايضا من خلال الاسئلة عن اللي عم بيسألوها. اه اه انا كانسان مؤمن في عالم الحاضر الفين وواحد وعشرين. اه اسئلة من الاسئلة اجد صعوبة في عيش القداسة من ضمن هالفوضى اللي عم منعيش فيها في عالم التكنولوجيا والعالم اللي فيه المادة. المادة عم تضغى عن الروحانيات. وحتى ايضا اه اه فيه كنائسنا احيانا اه منلاقي هالبعد اللي صار ما بدي اقولها البعد الروحي لكن فيه صار اه فجوة اه ارض صحرة اه ناشفة بين الكنيسة وبين المؤمن عالم اليوم. لانه الكنيسة تجد نفسها فيه تحدي كبير انها تضلها تجدب هذا الانسان اه لاله لتخلي الانسان يختبر ويعيش حضور الله في حياته. اه عم بصير ضغط كتير كبير على الكنيسة لانه في صار بعد كبير بين الانسان وبين الله وحضور الله في حياته. وايضا مع جائحة كورونا ابونا منلاقي الانسان كمان بعد بزيادة. لما تمت اغلاق الكنائس وتم البعد عن الصلاة وعملوا كنائس في بيوتكم في البداية الناس تشجعت ولكن بعدين فتر هذا الحماس وهذا الشغف وصار فيه بالنسبة للناس انه يجي نهار استبت او نهار الاحد اليوم اللي بيقدسوا فيه انه عادي يمر من دون ما يحضروا صلاة. فهذا الشي كيف بيضع يضع الكهنة الان رعاة الكنائس في هذا التحدي الكبير انهم يرجعوا يجذبوا المؤمنين. ازا بدكن بنرجع عم نخصص له. اكيد اكيد. من المحاضرة. ساعات. بس ايه. باختصار بدي اصهم السؤال عدة مراحل. في الانسان. وفي الروحانية. وفي رجال الكنيسة. اليوم. اولا الكنيسة من فقط رجال الكنيسة. نعم. في ناس مؤمنين معمقين. وفي لهم دعوة لالله. متل دعوة الكهن بطريقة مختلفة. فهالناس هاودي مع الكهنة. ومع مسؤولين الكنيسة بدون يشكلوا. جماعة. لي شغلتين. للدراسة المعمقة. لللهوت. وتعليم الكنيسة. وتاريخ الكنيسة. ولي الوسائل المبتكرة. لحتى التوصل. ليوصل هالعمق. للمؤمنين. اه. اللي مش معمقين. واللي مش محاطين حالهم. اه. ضمن رسالة الكنيسة. يعيشين حياتهم بالعالم. يعني اقولنا. هل انت تجد انو الانسان المؤمن. احنا عم نعيش ازمة. الازمة دايما موجودة. وانبارح سمعت كلام للبابا فرانسيس بيقول. الازمة. والمعاناة دايما موجودة بحياة الانسان. نعم. واوقات كثيرة للمؤمن هي وسيلة للنمو. وللتعمق. وللنضش. نعم. ففينا نشوفها مجال لتهديم الانسان. وفينا نشوفها مجال لتنمية الانسان. نعم. اليوم ازمة قورونا. ازمة الحروب. ازمة من الازمات اللي بتمروا على البشرية. ان كانت اليوم او قبل او بعدين. الازمات دايما موجودة. نعم. هلأ لاش وكيف نبقى نحكيها كمان. نعم. بسبب الخطيئة. بسبب البعض عن الله. بسبب خطيئة الانسان. بسبب اهمال الانسان. نعم. بسبب موجودة. هاي دي خلينا كمؤمنين نشوف فيها الوجه انه بتساعد الانسان للنمو. بس مين بده يشوف فيها الروحانية العميقة. مين بده يشوف فيها انه يقدر يساعد الانسان الاخر الضعيف لحتى تكون لقلو نمو ونضوج مش تهديم ومش ضياع. هن الناس اللي بيشعروا بدعوة الله لقلون. نعم. وبيجرسوا حياتهم. فعلا. فعلا. ما فينا نقول فلت الموضوع. صح مظبوط. واليأس والضياع والامراض النفسية اللي عشوه الناس بيتعرض الى المؤمن العميق وبيتعرض الى الكاهن. لانه يسوع المسيح اختار رسله من الطبيعة البشرية الضعيفة. نعم. ما اختارهم كاملين. صح. فاليوم نحنا رغم انه كهنة ورجال دين بس كمان نحنا في عنا ضعف بشري. فالمين بيعددنا المؤمنين لانه الرعية تقدس الكاهن والكاهن يقدس الرعية. نعم. باوروبا لاش صارت انه الكاهن ضاع? لانه انفصلت الرعية عن الكاهن وانفصل الكاهن عن الرعية بسبب الثورة الفرنسية وغيره وغيره من البادلة استندينفية. فنحنا بالشرق نشكر الله انه بعده الكاهن عايش بمجتمعه. بعده مجتمعه حاية الكاهن والكاهن حاية المجتمع. فمع بعضهم بدن يشتغلوا. انا بعطي الافقار العميئة. انت لانك مكارسي حياتك بالمجتمع. برسالة في الكنيسة تعطيني الوسائل المتطورة اللي بتحاكي انسان العصر. نعم. فاتنيناتنا منكمل بعضنا ومننزل. واليوم ما عاش فيني يقوله كاهن الرعية عمال كل شي. بدك تعرف من البابوج للتربوج. لا يا خي. انا كاهن بدي غوص بعمق الله هو التبعولي. انت العلماني المهندس اللي بتغوص بهندستك. بدك تفضل. تجي لعندي وتحط هندستك ضمن الرسالة في الكنيسة. انا ما بفهم بالهندسة. قد ما كنت فهلاوي. وبدك تكون ادمة. وبدك تكون شفاف. لهندستك تساعدني. لانه ما تحرطق علي واجي انا العب دور غفير عليك كمان. كيف بده تمشي الرسالة بالكنيسة. بدون يكونوا المؤمنين المتخصصين بحياتهم. اولا قدرانين يتعاونوا مع بعضهم. قدرانين للحوار. قدرانين للشفافية. قدرانين للعطاء. بيصول عند الكاهن. بيشكل هو وياهم مجلس. بيبحسوا كل الامور لانه الكنيسة محتاجة لكل الاختصاصات. وبينزلوا عند الناس المش مؤمنين عميئا. بيعطوا هالاختصاص وبيشجعوهن. نعم فعلا. يعني هذا تشبيه فعلا. وانا بدي الكنيسة وحضور الكاهن مع المؤمن هي الكنيسة. اما الكنيسة اذا كانت الكاهن لحالة اعود ببيتك. اعيش الفردية لحالك. اتفضل بقى تخطط للرعية لحالك. بدك تعرف بالكمبيوتر لحالك. بدك تعرف الناس شو بدهن. الشبيب شو بدهن. القتيارية شو بدهن. العيال شو بدهن. اه لا واقفونا لهون. بده تعاون يا ابونا. خاصة التحديات كمان امام الكاهن هي كبارة كبيرة. وانا مش عبكبرها. نعم. مسرد مع عشرة من الرعية. يشكله مجلس مع الكاهن بكل اقتصاصات وشفافيتهن. الكاهن يعمل العجايب بالرعية. نعم. بس اذا حطينه للكاهن فدات عم نرائبه على المسبح. وعم نرائبه بحياته. ومن رائبله الواتس اوب تبعوله والفيسبوك. لننقده ونهدمه. ونعطي السلبية بالحياة. كيف بدهن تقوم الكنيسة? نعم نعم نعم. فالانسان عليها انه يتغير يا ابونا بيعيش الكلمة اللي عم بيسمعها في الكنيسة. اللي بيسمعها وبيقرأها بالانجيل المقدس. يعيشها بحياته. بيطبيعها بحياته. تتبقى تعكس على تصرفاته وافعاله وعلاقاته ومعاملته مع الاخرين. وصدقيني الروح اللي بتستدعيه حضرتك. القدس. والروح اللي بيستدعيه انا. والروح اللي بيستدعيه فلان. اذا كان هو الروح القدس وحده. ما بيقدر الا ما يوحدنا ويعمل من خلالنا العجيب. نعم اكيد يا ابونا. فعلا. في مقولة للبابا الشنودي هلا هيك استحضرتها. بتقول انه القداسة تبدأ خاصة احنا على مشارف هلا زمن الصوم الاربعيني. فاجا موضوع التوبة. رح نحكي فيه ان شاء الله. بس نحن هون بالاردن بعد شهر. ليس بعد شهر. نعم. على الطقس الشرقي. الطقس الشرقي. بقول لك القداسة تبدأ بحياة التوبة. والنمو في الفضيلة. والنعمة. ومن ثم يصل الى كمار الروح القدس. ويد الله تعمل فيه. صحيح. يعني الله ما بيعمل بشخص من دون ما يكون فيه محضر. عبي حضر حالو. بحضر حالو. يعني ما في واحد انه مش محضر حالو وبقول لك وين ايد الله. طب ما انت ما محضر حالك. ربنا دايما انا بذكرها بكل حكي وكلامي. ربنا بوقف على الباب وبيقرع. اذا انت مش جاهز تفتح له. ما بيدخل. ما رح يفرض على الحال وقول لك انا بدي افرض وجودي عليك. ما بيفرض. حيث يكون قلبك يكون كنزك او حيث يكون كنزك يكون قلبك. نعم. فالانسان عليه شغلي واحدة. يقول لالله. وخصوصا للروح القدس. ها انا ذا. ها انا ذا. جاهز حاضر. هلا ادخل الى قلبي. واعمل فيه ما ارد. وستقيني بيعمل الروح القدس العجيب. نسلم. نحن لما بقول لك بتسلم قلبك وبتسلم روحك لربك. وهو بيعمل فيه وبيشتغل فيه. لما انت تثق فيه. اني اثق فيك يا رب. اثق فيه فعمل في قلبي مثل ما انت تريد. صحيح. لا حسب ما انا بريد لانه انا ممكن اريد اشياء انت ما بدك اياها فاترك ارادتي على جهة قبل اشتغل بارادتك. هوني 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 الحق. نعم. ودايما الانسان عبيفتش ازا كان مؤمن حقيقي. على دعوة الله لاله. وعلى كيف بده يعيش دعوته. فعلا يا ابونا. فعلا. حتى الانسان اللي بيكون مسلم روحه لالله وقلبه لالله. بيقول له عليك هادا انسان غير مختلف هادا شي تاني غير عن بقيت هالبشر. هادا يعني الانسان اللي بسلم حياته لالله بتشوف الناس فيه انسان مختلف. صحيح. من قلبه من الشعاع حتى ومن الهالي اللي عم تظهر على. نعم اكيد. فضل. هوني روادتني فكرة. الانسان اللي ماشي على طريق الره ومختلف على البشر. مش هو الغريب. المجتمع اللي بعيد عن الله هو الغريب. بس لانه الطعم بالنبت البرية وصار اكترية صرنا منشوف اللي ماشي مع الله اللي لازم كانت هي الاساس تكين هو صار الغريب وهيدا الشي اللي مش لا لا مش مزبوط. المزبوط انه اللي ماشي مع الله هو الاساس. وهو الانسان الطبيعي. ايه وهو النبت الداخلية والجوية والاساسية. وهي النبت الاساسية لانه فات الزوزان. فات الغريب. فات الشرير. الطعم النبت الاساسي بالنبت البرية اللي مش منيحة. وصارت اكترية لانه دايما الحياة السهلة بتجلب اكتر. فصاروا الاكترية اللي مش مناحة واللي مش مش الاصول. هن اللي 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 بيفكروا حالهم الاصول. وصار اللي اللي كان عم يمشي حسب الخلق المزبوط. هو اللي كان لازم يكون الاصول صار هو الغريب. فأه. ابونا الله خلي خلي ربنا يجعلنا من الناس اللي مش طبيعيين. واللي شكلنا مغريبين. على انه نكون طبيعيين ونكون ابعاد عن الله. فنكون غرباء. وحنا فكرة يعني يعني انا بقولك انه انا عايش غريب في هذا العالم. وانا عايش وحيد في هذا العالم. هو شعوره انه انسان مختلف. فاللي حاضر ربنا بحياته. اكيد بيشوف انسان مختلف. لانه ربنا اه لبسه ثوب جديد. ولبسه اناء جديد. لانه حكالنا انه المعمودية بالماء ومعمودية الروح القدس. لما بكل انسان معموديته بتكون من الروح القدس. اكيد بديو يلبس هالثوبة الجديد اللي بيختلف عن البشر اللي مش لابسين هذا التوبة الروح القدس أبو نحن كثير كثير شاكلين اليوم حضورك معنا وحديثك الشيق وإن شاء الله في لقاءات أخرى كمان أكيد اللي حديث عن موضوع التوبة وأيضا نحن مندخل في الزمن الأربعيني إن شاء الله فمن حي نحن مستمعينا ومشاهدينا ومتابعينا إن كان على صفحتنا فيسبوك وإن كان اللي شافونا على اليوم على التلفزيون نورسات وتليلوميير منحييهم مرة تانية مظبوط إحنا قطعنا البث واستمرنا على الفيسبوك لكن إلنا لقاءات أخرى إن شاء الله قادمة مع أبونا غازي خوري اللي منشكره من رعية مار شربل في الأردن وأيضا نشكر أبونا فرح بالاتصال هاتفي وأبونا جور شراح اللي كان معنا في البداية في المرافقة الروحية وكل اللي تابعونا على صفحتنا على صفحة نورسات وأيضا اللي شاهدونا مباشر واللي كتبوا التعليقات وأسئلتهم إن شاء الله قدرنا إنه نوصل معنا القداسة وروحانية القداسة وإن شاء الله الجميع يقتدي في هالروحانية على مثال القديسين اللي هني موجودين كشهود بشر عاشوا هاي القداسة ودعي قديسين فكونوا قديسين كما أن أباكم قدوس فهي وصيد ربنا نتمنى لكم نهار سعيد وصباح جميل وأيضا أسبوع مبارك وشكرا إليك مرة تانية أبونا وصباحكم نور وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر